اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمه أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتما في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوتي اليوم معنا واحد رصفة خاصة خاصة بالناس اللي عندهم مشاكل في البيت أو عندهم شياطين في البيت أو عندهم شياطين المشاكل والصدع أو عندهم مشاكل ديال السحر دائما يلقوه أمام العتبة أو يلقوه دائما مرشوش في مدخل الباب مدخل العمارة إذن الناس اللي عندهم مشاكل ديال الشياطين الإنس والجن أو عندهم سحر دائما تترشع لهم أو دائما عندهم مشاكل في البيت بسبب الحسد أو بسبب المشاكل إذن صلوا كاملين على سيد الخلق وخلوا لنا بتعليقات وإن شاء الله غادي يكون وصفة رائعة غادي تكون طاقة نورانية من القرآن الكريم مع عشوب ربانية إذن اليوم معنا الوصفة ديال كيفاش نزول الحسد والعين أو تابعة بآية وحدة من القرآن أو نحيد السحر اللي ما عرفوش فين كين في البيت أو عندي دائما عندي قلق شديد في غرفة ما تنقدرش نجلس فيها إذن تكون عندي فيها طاقة سلبية إما من عمار وإما فيها سحر ما رسوش يقدر يجي عندك شواحد ويقدر يرش أي سحر تيجيبوا معهم بخاخ صغير ويرشوه في مكان معين إذن تنتمنى أنكم سمعوا هذا الفيديو إلى الأخير وتخلوا لنا دائما تشجاعت ديالكم محتاجين لها وفي نفس الوقت نحط له وصفات اللي غادي تفيد العائلة والأسرة والابن والابنة وتصلح لأي إنسان راجل والامرأة أو طافل صغير تصلح له هاد الوصفة إذن غادي ناخده واحد كمية دي الفيجل السداب غادي ناخده قليل من الملحة من الملح غادي ناخده ورقة بحال هذي بيضاء بيضاء غادي نقطع على حسب الزوايا غادي نقطع على حسب الزوايا بحالكة نقطع كل مرة غادي نقطع كل ليلة ناخد واحد الورقة بدون سطور ورقة بدون سطور لأنه نحتاجها إن شاء الله بحول الله وقوته غادي نحتاجها في ثلاث أيام أو مدة أسبوع أو مدة إنسان اللي عنده مشاكل دائما محتار بين ولاده أو ما عندوش دائما تضامن مع ولداته أو عنده دائما خصامات وعركات أو عنده دائما المشاكل لا تحصل إذن هذي الوصفة هتحتاج ورق غير مسطر كاين في كل بيت اللي عندها ولادة يقرأ ورا دائما عندنا الأوراق غير مسطرة في البيت وغادي ناخد ورقة بدون سطور وغادي نكتب بقلم أحمر ولا أسود ولا أزرق ولا أي قلم عندك أي قلم عندك غادي إن شاء الله نديروا هذه الوصفة كنا محتاجين لها تخرج الشياطين الحسد أو السحر أو تابعة أو أي حاجة إذن تنتمينا ربي سبحانه وتعالى غادي يعطيكم انصر في هذه الوصفة ولجأت عندك هذه الوصفة عارفي بأنك مقدرة لك هذه الوصفة وفي نمس الوقت هذه الوصفة غادي تحيد لك التابعة اللي عندك في البيت إذن غادي ناخد الملحة غادي نقرأ عليها صورة الفلق وصورة الناس صورة الفلق ثلاث مرات صورة الناس ثلاث مرات صورة الإخلاص ثلاث مرات الكافرون ثلاث مرات الزلزلة ثلاث مرات إذن هادو هاد الصور كتبوهم باش تعقلوا عليهم غادي ناخد هاد الفيجل غادي نقرأ عليه واحد الآية هاد الآية غادي نقرأها سبع مرات الآية أعود بالله من الشيطان الرجيم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين قتال وكان الله قويا عزيزا سبع مرات فقط إذن ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين قتال وكان الله قويا عزيزا وغادي نحطهم على نية أنني غادي نكتب الورقات على حسب الزوايا شنو خاس نكتب فيهم آية الإبطال آية اللي غادي تحيد ليا السحر هادو غادي يحيد لنا الطاقة السلبية اللي غادي إن شاء الله تحيد لنا العين والحسد وتحيد لنا السحر وتردو إلى صاحبي وتهرب لنا الشياطين اللي مسبل لنا المشاكل في البيت ومسبل لنا طاقة السلبية في البيت إذن غادي نوريكم كيفاش تردعوهم في زواية البيت زواية البيت وكيفاش غادي نكتب هاد الآية أعود بالله من الشيطان الرجيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون صدق الله العظيم غادي نشد هاد الورقة غادي نكتب فيها الأشخاص اللي عندك في البيت أشخاص اللي عندك أولادك بأسمائهم اللهم اللهم بطلع عن ابني فلان والفلانة اللهم بطلع عن بنتي فلانة بنت فلانة اللهم بطلع عن زوجي اللهم بطلع عني أنا فلانة بنت فلانة اللهم بطلع عننا جميع التوابع جميع التوابع إذن جميع التوابع هتكون العين الحسد أي حاجة عندك في البيت إذن غادي تاخدوا ورقة وتكتبوا فيها الأسماء إلا ما قد تكتبي وراء الورقة غادي إن شاء الله غادي نوريكم كيفاش غادي توضعوا فيها اه توضع في هاد الورقة مثلا هذي كتبتوا فيها كتبتوا فيها الآية غدي نوضع فيها قليل من غدي نوضع فيها قليل من قليل من الفجل وقليل من الملح اذا كتبنا الورقة بحال هذي غدي نوضع فيها الفجل والملح وغدي نطويها على اربعة وغدي نوضعها في زواية البيت. هنوضع كل زاوية. نوضع فيها. كل زاوية غدي نوضع فيها ورقة. كل زاوية غدي نوضع فيها ورقة. بحدة دي. الملحة. الملحة اللي قريت على الرقي الشعية. قريت على آية باش نرد السحر ونخرج طاقة سلبيا من البيت. مع الآية اللي ينتلكم فوقع الحق وبطالة ما كانوا يعملون. اذا هالورقات يكونوا عدد العدد الغرف كل زاوية نحط فيها ورقة بحدة دي. ومن بعد غادي نخليهم تلات ايام. تلات ايام. وغادي بحول الله. غادي نحرق. نحرق كل ورقة. كل ورقة اوجوج ورقات في زاوية. اليوم الثالث. هانتما هانتما محروقات هادو. غادي نشعل فيها النار. هانتما. غادي نبدأ ننبخر بها. نوضع فيها ونبخر الزواية بهاد الورقة. نبخر الزواية. اذا هاد الزواية غادي نبخرهم تلات ايام. تلات ايام. غادي نبخرهم على نية انني بغا نبطل السحر المعمول اللي غادي ان شاء الله نوضعها ونبخر الزواية. نبخر الزواية بحلقها. بورقة اوجوج مدة ثلاث ايام. مدة ثلاث ايام غادي نبخر. اه كل زاوية. كل نهار نبخر جزء من البيت. جزء من البيت. كل تقدري تبخري في يومين او ثلاث ايام او مدة اربع ايام. من ورقات تكمليهم بحلقة. ونبخر. في وعاء بحلقة. ونبخر البيت. بهاد الورقات مع الفجل والملحة. ونخليها تبخر البيت بحلقة. اذا الوصول دينا مفهومة صالحة. لابطال السحر المعمول. كان عندي سوقي في الحال. اولادي بدون عمل. بنتي بدون بدون زواج. نكتب. اللهم قرب لبنتي. وابطيل عنها جميع التوابع. اللهم ابطيل. عندي قليلة المال في البيت. عندي قلة المال في البيت. خاصني نخدم على راسي. ونبحث على واحد الحل اللي غادي يعطيني. يعطيني بطاقة ربانية. بدون بدون الشلكيات. بدون اي حاجة. الا بكتاب الله والقرآن. وندوم على هاد الآية. ندوم عليها. ندوم عليها في السبحة. بالسبحة باش انني نترجى الله. لان مدام انتي تتسبحي والله تيخلق لك ملائكة الرحمن يسخروا لك كل حاجة بغيتيها لأولادك لأبنائك لنفسك. اذا نقدر نديرها على المال. نقدر نديرها على الزواج. نقدر ندير عندي المشاكل والصداع. نطلب ما اريد الوقت الحرق. نبدأ نقول هاد الآية وانا سنحرقها. في نفس الوقت نبخر الزوايا. حتى إلا كان عندك اه سحر مرشوش في البيت غادي تبطل بإذن الله. وصفة مجربة مني انا سبحان الله لها طاقة ايجابية. لها طاقة ايجابية لابطال جميع الموانع. حتى إلا كانت المرأة عندها مشاكل مع الزوجيالها عندها سحر التفريق. دوم عليها مدة شهر. ان كل يوم تحرق سبع ورقات بهذه الآية مع الملح مع الفجل. الفجل هو قاهر للجن. قاهر للسحر. قاهر لأي طاقة دخلت عندك وانتي ما عارفاش عين حاسة تتابعة مع الملح بخصوصة لكانت ملحة صخرية. هيكون عندها طاقة اخرى. طاقة تكون رحمانية. ان شاء الله. اما إلا كانت ملحة الطعام جيدة. كانت ملحة حبيبات سبع حبات في الورقة. هيكون عدد مزيان مع الفجل. غادي ناخده طاقة اللي غادي تحيد لنا التوابع ونخدرها من اول يوم. من اول يوم يقدر يشتغل ابنك. تقدر ابنتك تزوج. تقدر انتي يجيك رزق من حيث تحتسبين. من حيث لا تحتسبين. لانك يوكلتي المالك القوي الجبار. الله الخالق المعطي. الرزاق. العطوف. اذا الله هو اللي عنده كل شيء. الله هو اللي عنده اه علم الخفايا. اذا احنا غير اه احنا تنحطه غير عشوب لي باش انسان ما يمشيش عند كاهن او كاهنة عشوب وطاقة ربانية من القرآن. اذا احبابي سنتمنى لكم الصحابة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.